تزامنا مع ذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحفيده الإمام الصادق عليه السلام شاهد مزار الصحابية جليل أثيب اليماني إزاحة الستار عن شباكه الجديد والذي صنع على يد أمهر الحرفيين التابعين لمصنع شبابك الأضرحة المقدسة التابع للعتبة العباسية المقدسة وسط حضور مهيب ضم عدة شخصيات دينية وأكاديمية فضلا عن وفد مثل الأمانة العامة للعتبة العباسية المطهرة ورعيت خلال المراسيم الإجراءات الصحية والوقائية في ظل جائحة كورونا يوم عظيم في ذكرى ولادة سيد الكائنات ونحن في النجف الأشرف بالقرب من وصي ونفس رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وفي بقعة هي مقام أمير المؤمنين بالأصل ومرقد الموالي أثيب اليماني المعروف بصافي صفا ونحتفل بإزاحة الستار عن شباك مرقد أثيب اليماني في مثل هذا اليوم المبارك اليوم هو افتتاح وإزاحة الستار عن شباك العبد الصالح أثيب اليماني رضوان الله تعالى عليه وهو يعد من أعمال مصنع صناعة الشبابيك الأضرحة التابع للعتبة العباسية المقدسة وهذا العمل يعد أحد الأعمال المنجزة في المصنع وإن شاء الله نحن مالون قدما لخدمة العتبات المقدسة وخدمة الزائرين الكرام حرف فنية عديدة اشتركت لصنع الشباك الطاهر الذي تم تركيبه في المرقد المقدس في النجف الأشرف والذي أظهر لنا بداعة خطة ثلث في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي خطت عليه فضلا عن إبراز النقوش النباتية والزغارف على الإجزاء المعدنية فيه قامت العتبة العباسية المقدسة بصناعة هذا الشباك للعبد الصالح صافي صفا اليماني وكانت مشكورة بإخلاصها ودقتها والريازة الفنية التي قامت بها وبأيدي عراقية خالصة وهذا طبعا افتخار ونفتخر بهذه الأياد الطيبة التي قامت بصنع هذه التحفة الفنية إبداع آخر تجلى بفن زخرفي إسلامي أنجزته الأنامل العراقية العاملة في قسم صناعة شبابيك الأضرح في العتبة العباسية المقدسة بطريقة فنية وحرفية مزجت بين التراث والحداثة من خلال استخدام طرائق حديثة في صناعته وتركيبه وتثبيته ليظهر بأبها صورة وتتم إزاحة الستار عنه في الأيام الميمونة لولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ترجمة نانسي قنقر